سيداتي سادتي انتباه من فضلكم هذا الفضاء خاص بالصراحة والوضوح المرجو عدم استعمال لغة الخشب شكرا على تفهمكم سين وجيم بدون لغة خشب والقاعدة ثابتة لا تتغير نظن كي سوى شنبغا وكيف بغا والضيف كي يجاوب شنبغا وكيف بغا إنما لا بد ولا بد ولا بد يجاوب بدون لغة خشب سين وجيم بدون لغة خشب إذن على بركة الله في امتحان اليوم بدون لغة خشب وبدون مواد حافظة لحسن السعدي شكرا لأنك معنا اليوم بدون لغة خشب شكرا لكم السر وانو إذا عتمين غاديو على الاستضافة مجددا للتوضيح والتدقيق ولأن العقد شريعة المتعاقدين لحسن السعدي لك تشعل البولا الحمرة في هذا السوديو ما كان قاش تردوان الرنداني كان نرجع محامي الشيطان ولي قلت في ذيك البلاسة وفي ذاك الكرسي أنا كان كون ضدو مفاهمين محظة إلا عندك شيء تعفوض ولا شيء دفع الشكلين سجلو قبل ما بدون بدون مارس الدور دير كثير ردوان بكل أريحية وانا هنا لكي نتحاور يعني بدون لغة خشب لغة خشب إذا مشينا مشينا لحسن السعدي اليوم حضورك رباع الأبعاد نائب برلماني عن دائرة تارودان الشمالية رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواد عضو المكتب السياسي لحزب تجمع الوطني للأحرار رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وهذه الرابعة هي اللي وصلتني للك شيء كامل بصفتي كشاب وكشبيبة هي باش قدرت نكون في ذوك المواقع باش نقدر نخدم بلادي ولكي المؤشر عندك طالعت بارك الله لا ديال التقى في بلادي وفي هذا العمل اللي نقوم به نقول بناء على المؤشر أكبر مستفيد من الدعم السياسي والاجتماعي بناء على الصفات والأبعاد الأربع والحمد لله الدعم ديال الحزبي والدعم ديال النسلي ديال الدائرتي والدعم ديال المنتخبين هذا كله كين الحمد لله وما نكرهتش المزيد ما نكرهتش المزيد طيب الحسين السعدي نقدر نقوله بأنه أكبر وأسرع حالة ترقي في التاريخ السياسي المغربي لا إلا شفناها من واحد الزاوية خصنا نسميها نموذج ديال التدرش نموذج ديال واحد شاب جاء من الجبل ابن عائلة بسيطة وبسيطة جدا اللي استطاع فقط ما استند في المشوار دياله علاحت شي يعني شي حاجة خارج القضية ديال الإلحاح وديال العمال وديال الحضور الدائم وديال المتابرة من أجل أنه يحقق واحد الحلم حلم به في صغره أنه يغير شي حاجة من الواقع اللي عاشه اللي عاشه أخوته اللي عاشته عائلته وصحابه في سبيل من بوابة ديال العمل السياسي لأنه ممكن لين بدلوا حتى شي واقع في بلادنا من غير إلى مشينا داخل المؤسسة هذه الفكرة اللي آمنت بهذا داته يوم وتدراجته استطعت أنه الحمد لله بفضل يعني هذا العمل الكبير وبفضل الناس اللي تلقيتهم في طريقي واللي عاونوني وسندوني وأمنوا بي واليوم الحمد لله راتنقموا بعمل مطمئنين لهم واش تدراج ومثابرة ولا انتهازية في سياسة لا دبا انتهازية هو اللي اخدتي بلاصة شي حاد واللي لا يعني استعملتي أساليب غير مشروعة باش تاخد واحد الحاجة ممنحقكش ولكن لا الناس اللي تعرفوني واللي واكبوا معايا لما صار تعرفوا بأنه واحد السيد اللي اللي تيخدم بدون ينقطع ما تنعرف شي حاجة اسميتها لا نعاس ولا ناكل ولا نديري لكن يعني ملهيف شي عمل معين تنأمن يعني تنأمن إلا بديت شي حاجة خصني نكملها وخصني ننجح فيها وهذا هو الناس اللي تعرفوني واللي تشاركوا معايا المصار راحين وتعرفوا هاد النموذج والحمد لله راكي ما قلت لي أنا خصني اليوم تنقدم أحيانا مديتا نتكلم على راسيب بكل تواضع تنقدم النموذج دي الواحد والد شعبي كل ما يتحملوا الكلمة من المعنى اللي استطع استطع يعني أنه يقتحم واحد المجال اللي ما كانش مسموح فيه بحالي بحالي كانوا علهاميش مازال ولد الشعب ده بو ده إلا حق آنش لا ولد الشعب بكل معنى الكلمة أحيانا أولام أولام على أنه كينليتي يقول لي خصك تهدى وما خصكش ديرها دي وخصك تديرها دي لأنك ولأنك وتنقل أحيانا العصادي لأنه خصني نبقى بسبغت تبقى بسبغتك وكنت نفي أنك ترقيتي بفضل السياسة الحسن السعدي لا شوف اللي تيظن بأنه السياسة هي واحد المجال دي لترقي الاقتصادي والمادي ولكده راح نشلح راح فينا الليدر الليدر الأموال طائلة عن طريق التجارة وعن طريق بعيد من هاد المجال هذا ومشا دار فليساته بخيرو على خيرو ما تيضرع لي حد وما عارفو حدش عنده وهذا كين المجالة اللي بغيت ترقيه اقتصاديا نعطى الله للمجالة السياسة يعني فيها ضريبة وفيها كلفة وفيها عصاة ولكن الوضع الاجتماعي الاقتصادي الموريحرا ما كينش ما كينش لا ما يكذب عليك شي واحد لعلمك الحسن السعدي المسيرة ديالك والمصار ديالك ما زال كيثيرو الجدل هاد الايام ولف الساعات القليلة الماضية دعم قريت على الفيسبوك كلام قاسف حقك مه ما نتحفظ انه نذكره كلو ولكن فيه غمز ولمز سموك فتى المهرجانات ومعلم في اغالي الجبال اللي كانك يكتفي بمرافقة الفنانات في المناسبات والمهرجانات فاذا به صار في الواجهة ولان انا افتخر بالمصار ديالي كشاب كان افتخر بهاتش اللي قلتي كلو ما فيه تشي سب انا كنت اه كنت في التعليم ولا اعتقد بانا ان هادي سبا بالعكس هادي انبال المهنة من المهن اللي ممكن لواحد انه يكتب لي الله سبحانه وتعالى يمر منها الحاجة الثانية المهرجانات انا تشرفت ومازلت ما زلتو اتشرف بانه مساهم رئيسي في واحد شبكة من المهرجانات في سوسماساف في المنطقة ديال تافراوت عندك مع الناشرات من بكري لا واتن امن بالطور ديال التنشيط الفني والتقافي في الدفع بعاجلة التنمية امنت به الى جانب مجموعة من اصدقائي منذ انا التجربة الليولا ديالي كانت في سنة الفين وستف مهرجانتي فاوين في تافراوت وما زلت يالله نضمت درت الادارة ديال ديال الاخر دورة اللي كانت غير في شهر غشت الحالي فبالتالي هذي الفنانات وهذي الفنانين عندهم قيمة رأى مرافقات الفنانين والفنانات لا اعتبر بانها سوبة بالعكس هاد الناس دو كيقوموا بعمل لصالح بلادنا تنشروا قيام تيتواصلوا مع الشباب كيقدموا منتوج وهاد الفرجة الحق في الفرجة هو من الحق من واحد من الحقوق ديال هذيك الساكينة اللي كيينة في هذيك المناطق المهماشة اللي عانوا سنوات ديال التهميش في البنيات التحتيات وفي الامور الاخرى ونزيدو نهمش ومحتفل هاد الحق في الفرجة فبالتالي انا مؤمن لدرجة كبيرة جدا في الاهمية والدور ديال تنشيط التقاوش الفني واحد الوقت في المصر ديالي انا قريت هاد شي واحد الوقت كنت في التعليم من بعد قدرت يلحق الوزارة الفلاحة وهاد شي زعبا احقها من يعني من الحقوق التي يتيحها القانون واشتغلت وتحت لك فرصة تحت لفرصة لا تحت لفرصة لو ما كنتيش في التجمع الوطني للأحرار لا لا مش بالضرورة كين انا ما نظنش اننا بتكون عندك هاد الفرصة كين عدد مهم من الحالة ديال الالحاق اللي كين يوميا في الساحة وكين في هاد القطاعات من قطع الى قطع هاد امر غير انا حيت معروف وحيت دخلت السياسة ووجه اللي تتكلم بين قضيتي ولكن را كين عدد كبير ما عندش الاحصائيات ولكن كين احصائيات كتير قدرت الالحاق من بعد ترشحت البرلمان اليوم انا نائب برلماني هاد هو المصار ديالي زينا بقول كل توضع ما فيه تشي حاجة اللي ممكن تخليني انني نحشم ونستعر منها انا دائما را تنقول هاد شي اللي باش غاي سبوني انا هاد الحملات اللي تدار يا اما لا ما تنساش كونك انت راك فقير راعتز بان فقير وان الاب ديالي مات وهو فقير وهو متواضع وان الام ديالي ضحات في سبيلنا وسبيل الاخوة ديالي باش تكبرنا يعني الاب ديالي كان نخدم بالف درهم وقرانا بالف درهم ومشينا ضربنا طرقان عليه رجلينا باش نقراه وسكنت في الخيرية وهاتش كله تنفتخر به دان حتى وحل ما يحاول يسبني به لان هاد شي تيزيد اكد هاد الفكرة اللي تنقول ديال ان المعاناة تصنع الرجال وما تنساش من جي تي ما تنساش وما تقلبش وجهك لها للمغاربة رقال وليا ربما تبدلت يلا بعض الناس اللي عرفوك ايام الزلط وايام العمل الجمعوي ما بقيتش جاو في التليفون الناس كلهم لا 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 عسن ساديه هو هو نقول لك المسؤولية عندها كلهم المسؤولية عندها كلهم اه صحابي اللي كانوا صحابي باقي صحابي انا كنت رجل تواصل بامتياز يعني تنم حاضر في كل شي في المناسبات حاضر في اللقاءات حاضر متواجد ان هاضر في اي وقت كاب من اللي تتكون رئيس لجنة المالية وتتكون برلمانية وتيكون عندك اجتماعات وتيكون عندك هدي وهدي الفقفاخة لا لا مشي الفقفاخة لا تنظر في الجانب ديال ان هديك لا تتبقاش ما تتبقاش متاح ما تتبقاش متاح ماشي ارادي انا ماشي انا ما بغيتش نكون متاح وكن انا الى كنت في الجنات تستمر خمس سوية ولا ست سوية وكنت في برنامج مع الرمضان اذا بغتلقى واحد ثلاثة ولا اربعة غا يكونوا صناعة وكنت في اجتماع مكتب سياسي فهذا فبالتالي اكيد ولكن انا كنقول لك سردو انا وكيد ابدو لهم جهود كبير كبير جدا عن قناعة باش نكون نموذج فهذا التواصل وفهذا القرب درجة انه ورا ما كينش عندي شي حاجة انا هدي ثلاث سنين ولا اربع سنين ويشهد الله على ما اقول ما عندي شي حاجة سميتها كونجي دام شهر ثمانية اللي اللي واقفين هاد وطرها مشيت نزلت التارودان لقيت بعد الوقت للشطيح على كل حد لا الحمد لله لما ضروري هادك انا شاب بخوة شطيح الحسن السادي شاب ربعة وثلاثين سانات اواش نربعة وثلاثين باقي نانس مازال باقي هاد الايام الجميع شاف هديك الحملة اللي كانت حملة ديالك ولي ديالهم لا لا ديالهم ديالهم على لقطة ديالشطيح هذا الشي اللي قصد يسردوان طبعا راح تبلي مهبولين مشينسا اه لا 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 عمد لله شوف انا بغيت نشكرهم جزيل شكر اسدولي واحد الخدمة خدمة رائحة علاش علاش لانهم يعني هادك الشي اللي كنت كان حاول ديك العلاقة الحميمية مع الشباب اللي ما فيهاش هاد القضية ديالقلب ووجههاك وتبدلتي يعني استطعوا انهم يقويوا هاد علاقتي مع الشباب بشكلين لا يتصور العدد ديال المقالمات وديال المساجات اللي تلقيت في هاد اليومين لا يعدوها لا يحصل علاش علاش الانجاز اللي كان هو انه بينا لهاد الناس هادو بان النموذج القديم اللي كانوا كي يتعاملوا مع الشباب ما بقاش صالح اللي يوم يلا بغيسي الشباب المغربي يتبعك ويسمع لك وتصمت لك وتأثيري لالتنسيون ديالو خسك تكون تتشبه ليد تتكلم لغته هاد الشباب اليوم تعرضوا الحملة مش غير هنا لا اسمح لي وش هتتكلم لغته بما بولانا لا تكلم لغته بما بولانا سبعين مليون مشاهدة اللي عندها في يوتيوب الكلمة ديبن كيران را ما فيتاش ألف مشاهدة ابتالي راه لا يوم كي نشوف مهبولانا وهاد الأغاني وطوطو والبيق وهاد الراب كفن وهاد شي كله راه النهار نغفلوه ونبقا ونسبوه ونسميو الفنانين اللي تيتكلموا هاد اللغة ديالشباب بالصلاكت وبالمصاخيت راتين بني واحد لهو بيننا وبين هاد الشباب شباب خصني احنا نضمنا جامعة من انجح الجامعة تادي انجح دورة نضمناها بشاهدة الجميع ديالنا داخل الحزب وبشاهدة يعني الناس اللي هما موضوعين خلا للخاسم السياسي راه ما اصلا ما تنتظرش منه انه يرمي علي الورو علاش لانه كانت جامعة اولا جت في دخول سياسي عنده كانت فيها شجاعة انك تدير دخول سياسي في هاد الظروف هادي اللي اللي فيها نقاش حول مجموعة من المواضع السخينة وجمعنا زياد من 4000 شاب وجاوا استقبلناهم بالموسيقى لان اللي وقع هو انه جاوا الناس مع الربعة ونص الناشية والجلسة الافتتاحية غتبدأ معه ستة ونص هاديك ساعتين درنا ديجي درنا ديجي جبناه واختارينا معه الاغاني اللي تيبغيه الشباب ونشطنا معهم واشطحنا معهم واستقبلنا ومحسن استقبل وعادي بدينا بالقرآن النامسيديا وبيدينا بالكلمات واصطلنا الرسائل السياسية كما يجيب ويعطينا واحد نموذج ديال الحزب اللي يؤطير بطرق عصرية ارا هدك الاسلوب ديال دك تقطير بدك عدب القبر وبدك الوعظ اللي ماشي بلستو كل حاجات انته بلستو لا بل أما عدب القبر يا اما مهبولنة للا وشوية شوية هكا شوية هكا لك رادرنا شوية هكا رادرنا نقام اسيدي الاغاني ديالنا من اللي بدينا جلسة ديالنا بالقرآن نرى كل شي كان يتصنط وكل شي كان يسمع وكل شي كان يتفعل واليوم الثاني كانوا الوارشات عامرين وتكلمنا مع الشذاب وخداو الكلمة را ما نغلطوش المغاربة نفهم الحسن السعدي ما اعتبرت ايش او من بعد في تقييمكم للامر بانه هو دي كانت غلطة ابدا لا وهدي نكرروا هاد الاسلوب هادا اللي تنتعملوا به هو اسلوب اسلوب يعني مفكر فيه وهدي قناعة عندنا اراه اليوم اراه اللي كيخلي الشباب ينفروا من السياسي بشي من العمل السياسي من السياسي مني انا هو من اللي تيحسوا بانه كين هو بينهم وبينه اراه لابد اليوم خصنا غين نفهمه واش بغينا هاد الحسن السعدي اللي يدير فيها برلماني من الفخ ورئيس الليجنة وما يربطش هادا العلاقة مع اسمته وما يكونش عفوي او لا بغيت هاداك الشاب اللي تمكتلى رئيس شابيبا يقدر يغني هاد الاغنية انا عزيزة عليها انا بعد شخصيا تندي رافته موبيلتي والدي حافظها عندي والدي اسمي توجاد عنده سبع سنين حافظ هاد الاغنية عن ظهري قلب عادي جدا في نوع المشكل فبالتالي انا مش نكون متناقض مع نفسي بحسن السعدي انا شف كل شي بعيني المنتحد مع ببلي وليس من رأك كمان سامع وكنتي كتشتح مني ما قدك فرحة والله ما قدني فرحة اولا اشتحت معهم وفرحت معهم اولا لان هادو شباب تطربتنا معهم علاقة عاطفي هادو كلهم اصدقاء رغم هادك العدد الكتير كلهم تنعرف هم نقدر بدون مبالغة 91% لان كلهم اعضاء تمثليات اقليمية ديال الشابيبة اعضاء ومسؤولين داخل التنظيمات ديالنا في مختلف الجهات والاقاليم وانا يلا الله درت درت مجموعة من المنتديات وزرت لهذا الاقاليم وتكلمنا على الحصيل الحكومية معهم دونك تنعرفون ومتيعرفوني من اللي تنتلقى وتنفرحوا ببعضياتنا هذا عرس بالنسبة لنا عرس ديال الشابيبة التجمعية احتفلنا كانت مناسبة ديال انتخابات جزئية اللي كانت عندها واحد الخصوصية درت في الرباط وكان علينا واحد الهجوم اللي هو شاريس وبواحد اللغة اللي هي ساقطة على القيادات ديالنا ومع ذلك انتصروا لنا الناس درباط ديال حي الموحيط اش من انتصار لا 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 كون ما كانش انتصار را كانت غا تخرج 60% تصويت ضدنا را كون التصويت العقابي هو الخطير اما المودون كانت معروفة دائما في انتخابات الجزئية بهذا العدد فبالتالي ما كان لاتصويت عقابي ضدنا رغم التهيج رغم الحمالات رغم ديال اوصف باش اوصف هادك السيد الرئيس ديالنا ورغم كل ذلك انتصار التجمع الوطني الاحراف الرباط وانتصار في القيادة صالح فبالتالي هذا تعزيز الاتقاء تنحتفلوا ببلادنا اللي تتحقق انجازة طرع بلادنا غادة بيخير باش يكون شي زوين ولكن راه غادة كتحقق انجازات بفاضل سيدنا الله ينصروا بفضل هاد الحكومة اللي كتشتغل واش هاد الشي مايستحقش لحده تفرح واش احنا غير المغاربة نعطيهم غير السلبيا واش احنا اعرا جريمة ترتكب يوميا في مواقع التواصل الاجتماعي من طرف بعض الناس الله يسمح لهم اللي تيجريوا بمورا ترفض الخبز بلاد سنس ولكن يبتون السموم في المجتمع المغربي تيكره واحد اللي في اف بلادها وهدا خطير وهدا والامر الخطير اما الشطيح والناشاط والتأطير وهدا فا اعتقد انجاز يجب ان نحي عليه ولكن شي مؤشرات اخرى انا غانا رجع لقاف الاغاني من بعد ما بولانا ايه انا هدي سؤال ضرني لحظة فراسي من الجمعة من الافتتاح علاش من اللي جا داخل عزيز اخ نوش رئيس الحزب رئيس الحكومة اطلقتو زكريا غافولي هكا عجبني انا هكا عجبني راسي ايه هكا حبوني ناسي وتبعناها توتو وشو يمشي تلك مليون دي التوتو ايه وش قل ينسم ماذا ولا هدي السياسة ولا التعاطي السياسي المعاطية في السياسة وشنو قصدكم اولا نكتلك القصد هكا عجبني راسي ديال زكريا غافولي اللي هو صديق عزيز اه واحدة من الاغاني الرائعة واحنا عجبنا عجبنا نفسنا والعمل اللي تنقموا به عجبنا راسنا للعمل اللي تنقموا به دياليوم في التقطير مع الشباب وتنمرسوا واحد الضور اللي هو نبيل راني لك عندي 3500 واحد تمام اقتنع ببلاده وبملكه وبتوابيته وبحكومته بالعمل السياسي هذا ربح طلقناه من موراها ودادا من موراها الاعتزاز بالهوية الامازيغية وطلقنا من موراها وأنا قلت كان عندي الميكروفيد دي مشكلين عفوي كان قلت لي دي ديكاس لهذا الفنان أنا نقول لك واحد الحقيقة والله على ما أقوله شاهد أنا زعم ما ماشي من متابع الأغاني دياله تنتصنط له لكن الفنان عنده جمهوره وانا احترمه وقدره عنده جمهوره عنده ناسه كان رد غير مباشر على مباشر لا حيث ماشي زعم ما تنقول تنقول لي ارى درتها دي لأنك درتها دي كان جات فوقتها مزيانة يعني رب صدفتين خيروا من الفي ميعاد لهادك دي جي اللي كان جاي البلايليست دياله وصل لوقيته فش الرئيس دخلت درتها ديك ما تنقول البلايليست؟ أنا مع الفريق لما ماشي صدفة دي جي غير جاهد لا ولكن ماشي لا يمكن تحكم في الوقت ماشي مضبار مياه في المياه جات فوقتها جات فوقتها وكانت فيها رسالة واضحة أنا نهار قبلت انتصنط ديلك الحملاء اللي داروا هادوك الناس اللي يسمح لهم على هاد الفنان اللي يوصفوه الأمين العام ماش نسميه بلون لغة خشب سي بن كيران سي يعطي الحق لراسه هو سياسي كان رئيس حكومة البلاد يمتل جميع المغاربة باختلاف أضواقهم وتلوينهم وأشكالهم ومرجعياتهم يعطي الحق لراسه بش يمارس الوصاية على واحد الفئة من الشباب المغربي ديه ومكتر وقلت لك رجع اليوتيوب باش تلقى الأرقام لبقى فيكم ما قاله عن توطو لبقى فيكم ما قاله عن الرئيس هذا غير ماشي بأثناء احنا راه هاد السيد هدا هاد السيد زي ما يقول لي بغى يقول راه من اللي تنجيه لصنادق الاقتراع راه المغاربة يحسمه أنا تنجيه لك الخوف ديه لي ماشي هو في مواجهتي معه أنا اليوم راه عندي عندي ميو وخمسة دي المقاعد هو عنده تلطاش دوام الحالي من المحل أنا تنظر اليوم أنا تنظر اليوم الغيب في علم الله سبحانه وتعالى تنظر اليوم تنظر اليوم تنقول لك الخطير واشي راه راه تنقولوها احيانا في النقاشات ديين تنقول اليوم راه البي جي دي اللي خطير فيه هو الفكر دياله الاقصائي الفكر دياله اللي تيفرق المجتمع بين هادا مزيان غادي الجنة وهدا خيب غادي الجهنم والفكر ديال الويصاية تنقول الشباب ليش غايت تسنتوه ليش ما غايت تسنتوش وهدا هو اللي كيف يفرعي بض الله من ولكن الحسن السادي انا سؤال وبغيت جواب بدون لغة خشب علاش معمرين راسكم واحد الراجل اسمي تقعد الاله بن كيران كل مرة بن كيران قال نردو عليه بن كيران دار نردو عليه خليوا راجل افتقى يك ما بقى في حكومة يك يلا عنده تلتاش يك تقولو المغربة عقبه يك تقولو المغربة عقبه يا وصافي خليوا الراجل افتقى راس السادي احنا احنا في نقاش سياسي في بلادنا راه يلات كان جي وتنقولو نخليو ليه صار في حالو نخليو البي جي دي في حالو ومن تكلموش كسياسيين بناتنا ونناقشو تولي النقاش تخرج من المؤسسات وتمشي لامور اخرى ومواقع اخرى احنا ما بغيناهاش اليوم اللي تنتكلمو مع السيبن كيران راه بغب نظر على الحجم دي الو انتخابي ولكن سمح لي راه يمثلو طيار لاخل المجتمع احنا في هذه الجامعة رات تكلمنا ورسلنا الرسائل دي ان المختلف الاطراف السياسية في البلاد احنا ما تنقولوش زوينين احنا ما تنقولوش زوينين احنا ما تنقولوش زوينين راه قلت لك اللي تيقول زوين وخيب راه ما صعنا دي قلق دي راح نده بخلينا في النقاش النقاش تنقول انا تنعطي طرحي تنقول اليوم في هذه البلاد محتاجين لوحد تعاطي جديد مع الفئة دي الشباب تعاطي ما يكونش تي الوصاية تعاطي ناخد بعيد الاعتبار لمويولات ديالهم الموسيقية الفنية تعاطي في طريقة ديال الادماج ديالهم في المؤسسة الحزبية هرى هالأسلوب الكلاسيكي اللي تيجي فيه الزعيم تيجلس الاشترمنصة ديالنما فيه هاش زعمال فيه هاش المنتخب فيه هاش شباب نغيره نغيره تيرك الصورة النمطية اللي كانتو كيجي تيخطب عليهم وهذا و تيديرو الشعارات و تيهزو فوق الاكتف ممكن الشاب اليوم ديال تيك توك و انستغرام وهذا اللي متشبع اليوم يجي امن بك بأسالي بك القديم وخا الحسن السعادية غديم شو بناء على هاتطرح ما كنتش مشكل العهده عليك ولكن وش فراسك بانه في الوقت اللي كنت انتك تشطح على ما بولانا كانوا الناس عدماتوا في الفيضانات وفراسك بانه في الوقت اللي انتك انتك تشطح الحسن السعادية كانوا مئة ديالشباب كيوجدو حد الف ندق باش يحرقوه هذا كيتسمى الرقص على الجثث والرقص على الجيرع والرقص على المآسي لا لا يبدأ نشوف اه نحطوه يلا بغينا نكونوا موضوعيين نحطو كل حاجة في سياق ديالا نحطوه ما كينشي واحد كتر منا لانه كيني في التدبير ماشي علشي حاجة اخرى اللي قريب الهادول هاد المناطق اللي تتكلم عليها هادية التارودانت وطاطا والجنوب الشرقي واللي عارفين هادي فرصة مترحموا على الناس اللي ماتوا وكذلك اننا نشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة دياله لانه اعاد الحياة ماتوا عندنا 16 شهيد فطاطا وفي هذه الاحداث ولكن ربحنا الحياة ديال هاديك المنطقة هادية ترجع لان الله سبحانه وتعالى غدتها بعدما كانت القوت اليومي ديال هادوك الناس مهدد بسباب توالي سنوات الجافاف احنا اللي درنا لهادوك المناطق راه بعدنا على الاسلوب ديال ديال استغلال لمعاسي ديال المغاربة مثل هاد اللقاءات ونجي ونبكي ومورال ميكروات تارودانت وطاطا ما محتاجينش اللي يبكي ويشفق عليهم محتاجين تنمية حقيقية وهاد شي اللي يدار انت تكلمتي على الذكرى الاولى ديال زلزال وش الناس عارفين ديال المغاربة ما الناس ديال المنطقة راه عارفين لانا تعيشوا يعني الدور الجبار اللي درتو الحكومة وجميع السلطات السلطات الاقليمية السلطات المحلية من اجل اعادة الحياة لهاديك المنطقة وهدو كل الناس اللي انا منهم ناس محبين الحياة رجعت الحياة بعد ست شهور سبع شهور درنا العراسات درنا سميتوا ورجعنا الحياة ما نبقى وش نبكيو احنا اصلا كنا مهمشين السنوات طبيعات جغرافية نبقى ونبكيو اللي مدتي عام باش واحد يجي يقول لي يلا خصنا نحترمو الحزن ديال ديك المنطقة تقال كان الأجدر قراءة الفتيحة على أرواحة حياة الفيضانات وكان الأجدر تلتقطوا الرسالة ديال الدعوة ديال العشرات لا انا نكمليك غير انا غا نجيلك الفنيطق غير نكمل هاد المساعدة تفضل ديال تارودان لانها ما كان نشوفها كيفاش واحد تيزايد عليا في واحد الحاجة اللي انا تنعرفها كتر من تارودانت استفدت اليوم ومنطقة ديال الحوز ومنطقة اللي شملتها اسميته تستفد اليوم من برنامج ديال 120 مليار ديال الدرين اللي فيه اللي فيه الأمور اللي تنجزت اليوم خمسين ألف رخصة اللي تعطات ألف مسكن اللي اليوم الناس سكنوا خمسين في المئة من المساكن اليوم بدت تتوجد الناس يبنيوا وكين دينامية كين تعاون كين تضامن أزياد من خمسين كيلومتر ديال الطرقان دارت وتليفرات كين نجازات كين الحاجات اللي كين تدارو دم تدارو لحسن السعدي كين تأخور في إعادة الإعمار لمنطقة ندرقوش نشو بالغربة لحسن السعدي دبوش تتعرفو المنطقة والليل المنطقة المنطقة عندها طبيعة جغرافية قاسية المنطقة اليوم تأخور بارابوراكوا وش إلا خديتي مجموعة من الأمور على الاعتبار أرى غيباش نحيدوا اليوم وصلنا تسعين في المئة من إعادة ذاك الردم غيباش تحيد ذاك الردم ويطلعوا ويطلعوا الكاميوات ويحيدوا ذاك الشي ويطلعوا السلعة ويطلعوا وراء عامل جبار على التأخورة واللي مكان ما يداروالو ولكن راكين اشتغال يومي والساكنة هي راهي اللي قبطة الفلوس راك قبطة الأموال دي لدعم يعني عندها وهي اللي تتوقف على البني دي لها راكين تتسنى شي واحد يجي بني لها راكين وقف على شغلها وكين الحمد لله عامل كبير والناس رجعوا لمداري اسمية مبرسة لتليفرات 54 مركز صحي اللي اليوم رجع الاشتغال العمزين لا ماشي العمزين لا واشفكين المشاكين الفقر والهاشاشة وكذا لا وكما يمكن ليش نقول لك واشن كداب نجي نقول لك ودي راهكين ووضعية سودة ويلا تعطيك هاشنو اللي تنجز ولكن ينتظرونا عمل شبار ينتظرونا مزيان طا 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 أول مرة في تاريخ في تاريخ هذه المنطقة كيزورها رئيس حكومة معتمني يد لووزها تحتات فيها مئة مليار ديالسنتيم هذي غيش هرين مم مشاليها رئيس الحكومة لأول مرة هذيك المنطقة اللي كانت منطقة حدودية مهماشا كانوا الناس ديولها حيث صبارين صبارين ما تصبروا على اللي كانت تقضيوا بها الغارات أول مرة عندها هذي الحكومة اللي ديزت كاملة في المغرب تيمشي رئيس حكومة وتيدي لهم هذي الإمكانيات اللي فيها الطرقان وفيها اللي ما وفيها طا طا وتاري ودينتوا هذي المناطق ممحتاجش أنا تنقول ممحتاجش وحدي من عليها ولا أنه يعطف عليها إلا سيد ما الله ينصره فالحكومة اللي اليوم تتشتغل هنا ماشي واحد يحاول يستغل لمعاند ديها أما النشاط ديه slots نشاط شبابي اللي فيه تأطير ديال مجموعة من الشباب وفيه يعني الفقارات اللي مديورة وشاركوا معنا حضروا لي 56 واحد من تأطى وكانوا مساهمين ومن المناطق اللي تضررت وشاركوا في الورشات وتكلموا واخدوا الكلمة نجيك الفنيدق بلاتي انا انت هنا غنجيك دابا دابا الشبيبة ناشطة الحكومة عجبال حالو ناشطة هاتشي كنجمعة السبت جاكم الجواب الحسن السعدي كل شي تضرب في الزيرو لا 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 ابدا انا سمعت العبارة ديال رئيس الحكومة اللي يقول لك دابا احنا احسن دول اجتماعية في افريقيا حد احنا بي صحيح والشي اللي في الفنيدق انا بنمحسون لا دابا شوف الله يخليك يصير دولا دابا الفنيدق فنجمعا من الشباب فيهم قاصرين وفيهم اجانيب ومشاوا دارت واحد الحملة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بعاتهم التجمهور ويمشيوا لهذا المنطقة في تغيير لأول مرة نشوفها تغير في التعاطي مع هذه الظاهرة للهجرة السيرية لأن هذه الظاهرة كانت دائما تتجاوز كل حكومة وتتجاوز الأوطان لأي بلاد فيها موقع جغرافي التي تمكنها من هذه القضية التي عندها ضريبة للموقع الجغرافي تتعاني من هذه الإشكاليات تشوفوا الحدود الأمريكية المكسيكية تشوفوا تركيا مع اليوناء اليوم ماذا تغير كيف تغير جوج ديال الأمور للتغييرات والتحول من السري إلى العلني والطور والتي تلعبوا المواقع التواصل الاجتماعي اللي ما كانش وحد الوقت كنا نسمعه بقوارب الموت وكنا نسمعه بشي كان دائما ممكنش واحد يجي يقول لي يلا راه هاد شي جاي الجواب نهار السبت فقط لا هاد شي كان دائما التغيير اللي كان هو هاد هاد شكل الاستعراضي اللي لعبات فيها مواقع التواصل الاجتماعي واحد الضور اللي هو كبير وركبوا عليها أطراف داخل الوطن وخارجاه متناسين بأن القيمة الحقيقية اللي ستكون عندنا نشبعها كاملين هو الوطن أولاً وأن اللي هي ليقلب شي حاجة أخرى من اللي تتعلق القضية بصورت بلادي ما نقلب على ربح سياسي ما نقلب على نقاط ضربة تحت الحزام وما نقلب على نقاط انتخابية من اللي تتعلق الأمر من اللي تيكون يعني لعنا توبها لأي ربح غاي جيني سياسياً من اللي تيكون المقابل هو صورت بلادي ولكن عسما نقولوش بأن هاد الشباب وصلت فيهم للعظم لا 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 ليس كبير من اللي تتعلق المقابل هو صورت فيها 14-15 عام مش من عظم راكيني قاصرين اللي دينا غرر بهم واللي عندهم إشكال حقيقي اللي هو تكلمو بصرح قول وابيدون اللغة خشية حبيدون لغة خشية اليوم هاد هذه القضية ديه اليأس وهذا القضية ديه الفقدان الثقة اللي وليت عنده واحد فيه أكتير من قاصرين دي ما زال ممكنش تكلم لي على واحد قندو 15-14 عام و 16 عام اللي خصو يكون في القيسم تيقرأ وتيتكون وتقول لي يا را عندو مسدود ليه الأفق لا هاد سيد هذا فقد التقى في المستقبل شو كون السبب فقدان وهذا التقى انتو محف نعم من ديجات حكومتكم قولنا سكيتش قنطق لا لا هذا تراكم شوف ياريت ياربي يودي يكون عندك الحق ويكون عندهم الحق خدنا هاد الحكومة فقط هي سبب هاد المشاكين ويقدر قاعد تمشي غدا ونفكوا جميع المشاكين للمغرب ياريت أنا تنقول لك بأن المشكل أعمق من هذا واش بغينا نفكوا المشكل ولا بغينا نضربوا حكومة عزيزة إلا بغينا نضرب الحكومة ما كينا مشكل قول هاد الهضرة ولكن ما غادفكش المشكل وما غادكونش صارح معادتك والتاريخ غايس جلع لك بأنك يعني في واحد اللحظة اللي خصوك تفتح فيها نقاش حقيقي مشيتي تتقلب على تصفيات الحسابات المشكل الأعمق من هذا السرطوان المشكل تتحملوا الحكومات كلهم اللي دازوا المشكل تتحملوا المجتمع تتحملوا الأسرة تتحملوا الإعلام تتحملوا هاد الكائنات المجريمة اليوم اللي تتبت السموم في هاد اللي غيزوا سوسيو في تيك توك وفي انستغرام هاد اليوتيوبرز وهاد المؤترين ديال جوجدريال اللي اليوم باش يربح شوية تيسي البلاده ممكن أنك تمارس يحسن ممكن انتاقل هادي مزيانة هادي مزيانة هادي مزيانة وبلادنا الحمد لله غد تحسن ولكن الحكومة ما دارت شهادي وما دارت شهادي وما دارت شهادي واخصها الديرها وإلى ما دارتاش غادي نحيدو عن طريق صندق الاقتراع ونجيبو حكومة للديرها هذا خطاب ولكن غاش نبقى نسوّد الطابلو ونجي اليوم نقول لا راه بسباب هاد الحكومة ونخرج سنعوني اخوتي المغاربة راه حكومة اخنوش خصات رحل زي ما دول واش في هالي الإنسان خرج وقال او دي حكومة تاي كدب على راسه على المغاربة تاي كدب على المغاربة هذا ماشي هو الحل الي اليوم شو متهم حكومة مخدسة لا ماشي مخدسة لا مخدسة غيري انت نقول لك اللي جابني ماشي هو ماشي ولا اليوتيوبرز التبير كحكومة اللي جابنا للحكومة هما المغاربة واللي ممكن يحيدنا من التدبير هما المغاربة عن طريق سنادق الاقتراع واش بغينا المصلحة لبلادنا بمصلحة لهذا الشباب خصنا نحهمهم نتكلموا لغتهم نعرفوشنا هما الاشكاليات الحقيقية اللي عندهم الاشكاليات يتكيقة هاشي رحصدر انتوما كحكومة لا بوحدنا ميمكنش بوحدنا ميمكنش ثم اللي تعطيهما نصير شغل ماشي انا ثم اللي تدريهم تعليم ماشي انا ثم اللي غتعطهم الفضاءات دي للطرفية ماشي انا يكتوم الحكومة نعام نتحمل المسؤولية السياسية ولكن بوحدنا ميمكنش هاد الموضوع بالضبط لان فيها مسألة قيم هذيك القيم ديل تشبت بالوطان وقيم ديل حب بالوطان وبلادي خصنين تشبت بها مهما كان وان المعاناة تطنع الرجال وان المستقبل ممكن الله سبحان و تعالى يسر فيه وخصني قراء ونتكوون ولا بده ما نلقاه ما نلقيتش في القطع العام كنلقاه في القطع الخاص وكنديره مقاول هاد الخطاب لحكومة بوحدها هاد مسؤولية دي للتعليم عنا اشكال كبير لحكومات اليوم اللي عنا ايرت لا ما اللي تنجيو عند المغاربة وتنقولوا لهم احيانا نراها لقينا واحد الارت اللي هو صعب وتيجو تقول لكم علاش ترجع للور ترجع للور لانك انتراكم واش بايت نقول لك انا نسؤول على هاد الشي كامل ارا كنتو وسيل حسين السعدي انتو مكنش في القرار السياسي من التراكم اللي كتنتاقدوه ده القرار السياسي مكنش عن نبه مجموعة من القطاعات اه من لي تنقول لك انا اللي اغدا في الفين وسبعة وعشرين الى ما كنتش في هذه الحكومة ديال الفين وسبعة وعشرين الفين وست وعشرين اه من ثلاثين ما يمكنش انتقد لك حكومة عزيزة خنوجل ان عندي فيها القرار ولكن الحكومات السابقة اللي هملت التعليم واللي كانتك تتعامل مع التعليم بشكل ترقيعي واللي دخلت الالف من المتعاقدين بدون تكوين واللي اسأت المدراسة العمومية بالسياسات ديالها اليوم هاي النتيجة انا التعليم مرة كانت المدراسة العمومية كانتك تخرج مواطنين يعني متشبعين بالقيم ديال المواطنة احنا اليوم تنخرج واحد يعني واحد النموذج اللي عنده عنده شك وهذا خطير عنده شك في غدا دون كينا بغيت نعالج الاشكال لا يكفي انني نغفر معناسي بالشغل عندنا البطالة كينا عندنا تحديات كينا مزيان تشوفوه جاهكم في المرايا تنشوفوه تنشوفوه الحسن السعدي ما تخطيش تشمش بالغربال ما كتشعروش بانكم بعض المرات منبوذي سياسيا فينا راكت لك سناديق الاقتراع انا راكت لك سناديق الاقتراع نخلي القراع انا احنا سياسيا راكين ميعيار واحد باش تقيس المشروعية ديالك وصناديق اوه وصناديق الاقتراع طيه هو المقرات دياللي يسمح الحسن السعدي نبوذي ما نقدر شعليك نستعنت بالذكاء الاصطيناعي نرحضا اول واحد غادي تطرح عليك سؤال ديالواحد السيدة بالذكاء الاصطيناعي ايه محفظ نسمعه اش غا تسهول ايه محفظ يالله كريم نايت سيعطينا مع اقتراب انتخابات 2026 هل تعتقد ان الحزب الذي تمثله مستعد لتقديم حلول ملموسة للتحديات التي يواجهها المواطنون ام ان هناك خطر فقدان ثقة الناخبين بسبب الاداء الحالي للحكومة كيف تتوقع ان تؤثر الاوضاع السياسية والاقتصادية الحالية على نتائج انتخابات 2026 وهل تعتقد ان التحالف الحكومية الحالية سيستمر ام انه سيواجه تحديات قد تؤثر على فرص الفوز بعد تجربة الحكومة الحالية هل تعتقد ان الاحزاب المشاركة في التحالف الحاكم ستتمكن من كسب دعم المواطنين في انتخابات 2026 ام ان الناخبين سيبحثون عن بدائل جديدة انت الذكاء الاصطناعي وعيق عارف يصغل السؤال احنا في عصر الذكاء الاصطناعي وفي عصر الديجيتال وبقي واحد يتلبنيت يقول لك ما خصك شتنشط مع الشباب وما خصك تعمل معهم باسلوبهم نعم بسرعة جوبنا على السؤال لا اسئلة مهمة جدا اولا احنا اليوم مفتخرين بواحد الحصيلة اللي هي اللي غتعطينا اتقاف المستقبل اللي هم حقائق نعطي 3 او 4 الحقائق كينا ما تحيدهاش بدون لغات حجر ما يحيدهاش يعني جاحد ربعات المليون المغربية يستفدوا من الدعم الاجتماعي المباشر بين 500 حتى 1200 درهم ربعات المليون المغربية يستفدوا من لا متضامن الزيادة من 25 مليون المغربي اليوم عندهم التغطية الصحية هاد الموال حفظناها هالحساس ايوارا خصنا يتحفظ لانه مهم بزاف ويدور ويعرفوا المغاربة لانه ما كانش تنطقوا من صفر الى هاد الارقام اللي تتعطى اليوم الحوار الاجتماعي لاول مرة كيفضيل الزيادة في الأجور بين 1500 درهم حتى 4500 درهم الاربعات فصيلة جوجد المليون اجير وموظف القطع العام والقطع الخاص لأول مرة تنشاهدوا التوراة حقيقية في القطع ديال الصحة تنشوفوا 1400 مركز للقرب كيفش ديرين والسيارين في جميع مناطق المملكة وتنشوفوا يعني الجودة ديال الخدمات اللي تتقدم اليوم في هاد المركز هاد ماروك ماروك ومشي مريب لا هادش ماشي في الماروك هادش في الجبال الناس تعرفوا تلمسوا احداهم يشوفوا هاد المركز اللي تنقولك لأول مرة مدارس الريادة اللي غادي تعطي اللي غادي تبدل اليوم تنتكلموا على الأزمة ديال التعليم اللي غا تبدل يعني الجودة ديال التعليم ديالنا اللي غا ترتقي بنا في المؤشيرات اللي كنا في التحت ديال المؤشيرات ديال التعليم اليوم أزيد من ألفين مدرسات ريادة رغا ده في الطريق باش انها تعطينا اللي تنتكلموا لها مدرسة ريادة تنتكلموا لها وحد المدرسة اللي مقدم زيان فيها داتا شو فيها الصبورة في المستوى فيها طويلات فيها بروغرام جديد اللي هو بروغرام طار اللي تقارب واحد المقاربة جديدة في التعليم ديال التلاميذ وكانت تكلمو كذلك على حصيلة جد متميزة في التجاوز ديال الأزمة ديال الماء اللي كانت أزمة تهديد الأمن الغدائي ديال بلادنا النقل ديال ما من بين الأحواض المحطات ديال التعليم اللي تعطتها لأن طيلاق اليوم البرنامج الوطني ديال تزويد بالماء الصالح للشرب والسقي اللي فيها اليوم بارجت كيتبدا واللي فيه يعني واختش كيفاش غالجين 26 كيف سؤولتك؟ غادي يعطيه أنه غادي نجيو عند المغربة وغادي ناخدو هذك البرنامج الحكومي والبرامج الانتخابي ديال الأحزاب ونبدأو نتكلمو على كل إجراء شنو تدار فيه وغادي يلقاو بأنه الحاجة اللي مدرت مية في المية راها تدار فيها الشيء الكثير وغادي نتكلمو مع المغربة بلغة الحقيقة هذي راها درناها ونجحنا فيها هذي ما قديناش نجدها هتكون طموح إنكم تستمروا في الحكومة الشوية المقبلة؟ كلها عندها طموح الأحزاب المعارضة كلها عندها طموح ولكن نتكلمو بأنه غادي نكونوا قدمنا واحد الحصيلة أنا تنتكلم مع المغربة ديال الواقع مش المغربة يعني ديال اللي تنتميوا الأحزاب ديال المعارضة ولا المغربة اللي يخصهم اليوم نطلبوا أنهم حاجة واحدة ياخدوا شوية دلوقت كان اليوم اللي غي سمع ياخد شوية دلوقت ويقارن يقول لها جي نشوف هاد السيد هذا وهاد الناس هاد الشي اللي تيقول لها جي ناخد داك البرنامج انتخابي الأحرار وناخد البرنامج الحكومي ونشوف هاد الشي الحاصيلة اللي قدم رئيس الحكومة ونقارن ونجي نقول لي شوف عندك الحق هدي الدارة مزيان وهدي ما درتو فيها ولو ما زال موسوطوش فيها نعطيك قلتي تشغيل تشغيل إشكال والحكومة عندها الشجاعة وقالتها ودي الأولويات ديالي في نصف الولايات التانية وهو القطع ديالي تشغيل إنا جينا جينا القيناة القيناة جفاف تعرف بينا وانت ركعة تعرف السردوان وكيعرفوا المستمعين والمشاهدين بينا نحن بلد فلاحي وانا القطع الفلاحي والمشغيل الرقم واحد ومليتي كل جفاف ما فقدنا عشرة وانا قشت بير ذاك شي ديالجافاف والشلاح والمسؤوليات ولكن حقيقة لا أبار المسؤوليات ده باتنا تضع الجافاف الجافاف عما المسؤوليات المغرب الأخضار وذاك شي لو كان مادرش اليوم ما غاللقاش الوافرة في الأسواق رغم الجافاف رغم كل شي تدوز من بعض المناطق قاحلة ما لغتنشو انتخابات بجوهك محمر بكل اريحيات وبوجه ما وبتاسيم باش كنتلقوا مع المغربة ولا نتقها فانا المغربة انا ذاك رايحك طيب الحسن السعدي والعهدة عليك دائما فتشي اللي كتقول ماشي بحدي اللي كان قول كاللي كيقول عليك يقولك يالحادر عينيك يالحادر عينيك اذا نشوفو كاريم نيسي شنو جدلينا لاحظا بعضو ما كتبة على الحسن السعدي والشبيبة شبيبة الاحرار على انغام مهبول انا غادي فلطوروت في تاريخ الجامعة المغربية لمنشاهد ونسمع مثل هذا العبط والهبل السياسة في بلادين ضحرت من منتصب القامة امشي الى مهبولانها طيار يا حمام وعلي وسير فين بيت غادي نمشي فين بيت سرعة غادي نمشي اولا هاد تتحدث على واحد شبيبة دي البيجي دي اللي كانت كتجيب مارسي الخليفة وتتجيب مشارقة وتتستعمل الفنانين اللي تستاملوا الشباب اللي كانوا مستلبين بسمي سود المشارك اللي كنين ضوقوه احنا الشباب ديالنا تناظروا معهم باللغة اليوم وبالموسيقى اليوم وبالفن اليوم وباللغة اللي تفهموها وشفت درجة التعاطف الكبير اللي كانت انا جاي عندك وكنشوف اللي ستوري ديال الشباب كلهم وديرين فيها بشكل ارادي ديرين فيها ديك الاغنية لاننا احنا متصالحين مع دواتنا ماشي منافقين فانا غنكون منافق لو كانت تنقول هادرا وانا هتنا تصنط لهذا الفن وتنبغيه هاد الفن والشباب تيبغيه علاش علاش عمشي نهاجموه واضحا نمشي ونشوفو شنو اخر اللي كان اه في دوار جواني طويل طويل تدوينا ديالها ولكن نقراه نقراه الفكرة اعطتنا شريد الوقت اه نوب المغاربة ما سهلينش دير ملتقة تخسر فيه الملايين ويجيب الشباب من المغرب كله تكون ضمن جول الصحفيه لانه ميروجوه ليك ومعاك وفي الاخير اش اش كيشيت ليك منه ما بول انا ناس سخت عليك لانك ترقص على بعد ايام قريلة من فيضانات خلفت ضحايا في اقليم تامي للجهة التي احتضنت الناشاط بزاف ما يتقال تعليق بسريع ما بغيش نطول لا تعليق سريع اولا يجيب ان نختصر الجامعة الصيفية جامعة شباب الاحرار في واحد الجزء ديال الاستقبال استقبلنا الشباب ديالنا بكل طوعية بالانشيد ديالنا نجينا انشيد ديال شبابة كورالزوين ديال شبابة التجمعيات يحمل القيام لحي يزبوط الواطن نغنينا معهم الاغاني ديالهم وهد الشي لا اعتقد بانه جريمة ولا اعتقد بانه يجيب ان نحاكمه وولئي كالشباب لانه كانت عندهم لحظة فرح في حين انه تنجي وتنلوموا انفسنا على شدك الشباب اللي عندهم اليأس وحزينين ديبوش بغيناهم يفرحوا ولا بغيناهم يحزنوا ويأسوا ويكرهوا بلادنا مخصنا غير نختارو شنو بغينا نشوفو شنو اخر بسرعة مبقاش هنا الوقت بزاف مريم مهبولانا ولا توطولا غيرها من الاغاني نشوفو شغت نشوفو شغت كين اللي كي القرسوف هاد الاغاني وكيشبهوا له وفي نهاية المطف كيبقى نقاش اخر نقاش هو شنو الرسائل والافكار اللي اتناقشات في ملتقى شبيبة الحزب الذي يقول الحكومة وفي نوصلنا بالتأثير السياسي للشباب واسمجا ما زالت سياسة جذبهم واي فئات من الشباب اللي باقين كيمشي من الاحزاب واش اللي مؤمنين بفكر معين ولا اللي يقلبوا على انه يدبروا على ريوسهم ودوزوا بخير دوزي تنتي بخير بسرعة الحسن السعدي عندنا شبيبة تجمعية ازياد من 40 الف منخارط 40 الف في يوم 3500 شب بيكمباور بيكمباور لا لا 40 الف تيران لا 40 الف من شباب المعتمد عن الفيفا هات الشبيبة العدد ديال المنخارطين للحزب أكبر من ذلك بكثير اللي عندهم بطاقة الحزب وهذا عدد قليل بالمقارنة مع عدد المنخارطين و 3500 شاب منتخب دون سنة 40 سنة فبالتالي هاد الشباب كل اليوم هاد 3500 اللي هما تلوت المنتخبين للحزب اللي هما 10 الف الحزب عندهم 10 الف منتخب تلوت ديالهم شباب قليل من 40 سنة جيت كان اضطر فيهم 14000 في الجامعة الصيفية اعتقد بأنه نجحت ونجحت بشكل كبير باش نصالح واحد الفئة مع العمل السياسي وأنني نزرع فيها القيم ديال حب بلادها ونزرع فيها القيم ديال عدم تنكر الفن والفنانين ونزرع فيها القيم ديال التواصل وديال النقاش وتلقى مع القيادات ديالنا رئيس الحزب كيمشي كيشرب قهوة في الكافيتيريا مع الشباب وينزل عندهم ويتصور معهم والوزراء كذلك فبالتالي غيرت بشكل كبير تلك الصورة النمطية وتلك الهالة اللي كانوا يحاطوا بها زعماء الأحزاب وكيجوب القارد كورات ويجوب بسمي توليوم لا غيرنا شيئا ما وربحنا نتدرسي الهندرة عليك يا الحدر عينيك نشوفوا آخر مكين في الهندرة عليك يا الحدر عينيك عزيز القرمات في الوقت الذي تعقيدوا فيه شبيبات البي جي دي ملتقها ببوزنقة مهبوا الاندارت ماركوتينغ وعر لملتقى شبيبات الأحرار بأقادية وهذا شي لقصتك في اليوم فاش قلت لك شكرا لهم لأنه دروا لنا حملة زوينا حملة اللي خلت الشباب يقولوا را عندكم الحق انتم بعدها تشبهوا لنا وتتفهموا كلامنا ورحبتوا بنا وهذه الناس هدو تيحاربوا الفن وعرفوا عرفوا داك شي اللي كنا كنقول اليوم تنقول اليوم الخطورة ديال هاداك الفكر الإقصائي الخطورة ديال مهاجمة الشباب الخطورة ديال الوصاية على الضوق الخطورة على تنمية يعني الشكل ديال الأنشطة السياسية فهموا وهذا وقت لك هذا الماركوتينج زعب شكرا جزيلا لأنه كنجبنا أحسن يعني الوكالات ديال الإشهارة في العالم ما غادش نكونوا قدينا نوصلوا وتنشكر لازارو بعد الأغنية دياله الرائعة الفنان الجميل لأنه ويسمح لنا لأنه يعني استطمرنا بشكل كبير سياسي لا مش يدرنا بسياسي لا هو شو هو متاح لجامع السياسي الماشي سياسي الفنان ديال الجامع نيترا كلنا مهبولين دابا كلنا مهبولين ان شاء الله فاش نوصلوا المغريب ناوي بجنب جاية لمالك يعني الصورة اللي بغيناها واضح الحسن السعدي وصلتنا واحد لويشاية ما غادش نقول المصدر دياله ولكن غاد نقراه المضمون دياله هناك مناطق في غاية التهميش في بادي التاليوين ما زالت حتى الآن تفتقر للمواصلات والخدمات الأساسية ومن يريد أن يحصلها ولو على ورقة إدارية كعقد ازديد أو بطاقة وطنية يحتاج إلى سفر طويل والمبيت بعيدا عن بيته صحيح اقليم تارودان فيه واحد الخصص ديال تلاف كيلومتر ديال الطرق المعبدة الخصص الخصص تلاف كيلومتر كان معاناة حقيقية ديال هدوك المناطق الجبلية تهمشت لسنوات كان هذا إقليم إقليم فلاحي الناس دياله تصبروا المنتخبين اللي قبل مني داروا عمل جبار عمل كبير ولكن الخصص الخصص كبير منطقة ديال تاليوين منطقة اللي بقي فيها يعني الناس يمشوا بلا بيست اللي بغيت يدير بطاقة وطنية يخصك تجي تالترودانت أزياد من مئة مئة وعشرين كيلومتر وتلقى النوبة وش ما تلقى تلقى هولا ما تلقى هاش يعني هادو كلهم إشكالات تنموية اللي تنضربوا معا بهالشي اللي لقينا كين منجازات كبيرة اللي دارت الى حدود اليوم في الطرق بشاركة سواء مع وزارة الجهيز مع وزارة الفلاحة هادو الخصص بقي وغادي نبقى نترافعه وكين المنتخبين اليوم يقوموا بعمل جبار سواء عند الأحرار والذي المختلف التنظيمات الحزبية اللي كانت ما وأكيد أكيد أنه هذه المنطقة محتاجة التفاتة والتفاتة وغادي نبقى نترافعه سواء من موقعنا داخل البرلمان وكذلك داخل الحزب وأنا أكيد لك بأن السيد رئيس الحكومة يتبع معي بشكل شخصي هاد الأمور التنموية دي الإقليم ترود أنتو إذا الوشايا غير كاذبة لا غير كاذبة أبداً خاصة كين الخاصة كين طيب قبل ما نسأليه لحسن السعدي سين وجيم تكون بلاست توتو تدعي بنكيران على كلمة سلاقة ولا تميهك أنا لا أؤمن بهذه القضية دي لبعضرية وانت توتو ما ندعيش ما ندعيش تكون بلاست عبدالطيف وهبي تقصح راسك وخل ناسك تهاجمك ولا تحني الراس حتى تدوز الموجة لا لا أنا ما كان أمنش بشي حاجة دي لثميثة تحني الراس إلا خديتي شي قرار راسك تمشي فيه حيث أنت مقتنع به وسعبدالطيف وهبي من نوع اللي إلا أمن بشي حاجة بجنب الحكومة بجنب استيد رئيس الحكومة تمشي فيها إلا كنتي بلاست عبدالطيف ميراوي تقدم تنازلات الطلابات كلية طيب ولا تبقى تمسك برأيك وخيد دينا بالمصطلح دي التنازلات أولا السعبدالطيف ميراوي الحكومة قدمت عرض زي ما ليستجيب الأغلبية دي المطالب دي الطلبة دي الطيب اليوم الكرة في التيران ديهم خصهم يستحضروا المصلحة العليا للوطن أنا راه ما كان شي تفاوض كنحقو في 100% تكون بلاست عزيز أخ نوش ترحل ولا تكمل أه نكمل قد نرحل ما كان شي عاجة اسميتها يرحل كن نكملوا جميع هذا ولا أشتاق اللي قدمنا كشبيبة للرئيس دينا نكملوا جميع وبغينا رئيس حكومة الولايات تانية ان شاء الله في دقيقة عندك فرصة للاستدرك أو التصحيح أو التدقيق أو الإضافة أنا بغيت نشكر الشباب التجمعي اللي كانوا حاضرين واللي سندونا واللي وقفوا معنا واللي كانوا يعني نموذج في النقاش وفي التواصل واللي رغم الحملة الشريسة اللي ادارت عليهم من مختلف الأطراف اللي لا تأمنوش بالشباب وما بغيين الشباب ما شفوا مصلحتهم الشباب يكونوا في العمل السياسي بقاوم تحمسين أكثر من هذا والأغنية ديال لازارو عندهم يعني واحد الميساج بوليتيك ديال احنا راه ما كنديروش حاجة عبطان كنديروش حاجة لكنهم أمنين بها والعهدة عليك الحسن السعدي شكرا لك شكرا لك شكرا لك بدون لغتي خشب الحكم كما العادة للمستمعين والمشاهدين شكرا سعيدة عقر في إخراج الصوت كريم نيتسي وفي التصوير وإخراج الصورة وطبيعة الحال إلى جانبه كان اسماعيل أو اسماعيل اسمحوا لي عبد الرحيم السابقي واسماعيل روحي حوارتنا دائما بدون لغتي خشب بدون مواد حافظة وكغانبقاو رفعات الجزء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة